دعونا نبدأ بالتعامل الذي يشتغل في المجال يسأل أن نصح حد يعمل كده عشان تنجح بس يعني إن الواحد اللي عايز ينجح أو يشتغل في المجال ده يعني في كذا حاجة أولا ترينج يعني فتاخد ورش أو لو هتخش معهد مصرح والحاجات دي كلها فالترينج ده حتة مهمة قوي عشان لو عايز تنجح لازم كده كده الواحد يبقى بيشتغل على نفسه بيشتغل على أدواته إن كان بقى صوت حركة كاركتر زي حلل شخصية يقرأ الورق كل الكلام ده فالترينج ده حاجة تانية تبتدي تعرف الناس في الاندستري تبقى في السين تبقى تبقى في السين بس يعني برضو تبقى في السين ساعة بتبقى بالنسبة الناس اللي هما بيحتاجوا يعملوا حاجة هما مش عايزين يعملوها وبرضو دي حاجة مش سهلة قوي لأي حد إن هو طب أوكي يعني أنا عايز عايزة قابل مثلا مروان حامد يعني مش بالسؤولة اللي هو أوكي أنا هشتغل على الكنيكشنز طب مين؟ أسأل البواب يعني روح مين فيه أبل الموضوع ده ولا إيه؟ بزبط فإيه برضو الترينج is not easy إنت عشان تشتغل على نفسك إنت كده بتغير من جسمك من أفكارك والحاجات دي فكل حاجة صعبة فيه جزء تاني اللي هو لازم تبص على نفسك بفرق للترينج ما أنه ضح ما؟ ربما يعني نحن أن نكون حقيقيين يعني الآن ما فيش بردوصر يعني إنتاج أفلام أو مسلسلات حاجة مكلفة جدا طبا فجزء من الموضوع هم عايزين يضمنوا موزه هل بقى فيه أبيل وذلك عندما يتفرقوا هذا؟ إن الموضوع ينجح فهي ميزة وعيب إن دلوقتي بيبصوا على followers مثلا أنت طب انت are you a prominent figure انت you have a following مين متابعك مين هي يتفرق عليك عشان توصل للمرحلة دي you obviously have to work on this you have to work on yourself kind of in a sense like a business طب what I don't I really don't like this and I don't approve of it بس it's a language that makes sense to people لو أنا product يبانا اي but again this is not a great way it's not artistic however it's not it can be valuable to think of how these people are thinking about you علشان لو عايز تقطر إمكانياتك أو الفورس ان انت تطلع و تنجح فكر هما بيفكروا زي مش هم عايزين منك ال اي that's changing you okay يعني فهم I really firmly believe انت فنن انت ممثل اعرف نفسك كويس تعرف نفسك كويس عشان تبع عارف هما شايفينك ازاي then you think about okay طب النس اللي زي هل في حد زي برضو very big question اللا هو أنا مميز ولا لا وكيد كل واحد مميز بس بس غالبا انا هتحط في دور ايه الاخ الكبير الداع ولا ما عارف شي يعني فهموز ديه you start to think يعني it's an industry صح و برضو مميز وعيب ان because it's turned into a very business oriented industry sometimes business decisions are made over artistic decisions انه ممكن يكون في حد موهوب اكتر من حد تاني بس بيختاروا حد عشان عنده followers صح بس at the same time او بيختار حد شبه شخصية for example بزابد بس I think I believe انا طبعا مش دارس الحتة البسنس side of it all بس عشان فيه فيه priority ل the business side of it all بقنا نعمل حاجات بإنتاج اعلى وإمكانيات اكتر because يعني في this in mind as the sellability of something فالهو let's impress let's do يعني فكل حاجة اللي يامي زعيب so training علاقات business and then live your life يعني لو واحد عايز يبقى ممثل لازم يبقى عندك حياة عيش حياتك ما ينفعش ده رأي وممكن يبقى فيه 1-2% بينجحوا عكس الكلام ده بس أنا رأي اللي هو لو انت مش مستمتع بالحياة لو مش لقي هوبيز لو مش بتشتغل بتتعلم حاجة جديدة بتخرج وبتقابل الناس جديدة في أماكن جديدة وتبتدي يعني لازم تحك في الحياة لو مش عايش حياتك يبقى انت ازاي هتعيش حياة characters تانين صحيح يعني شوية كده للممثلين اللي هو what gives you the right to portray and create other characters لو انت مش عايش as a character اخر حق حظ انت واحظك انت واحظك انت واحظك احظك احظك so I'm gonna give you a bit of a system from my mentor his name is Kelvin DeWolf he says always strive for the good and good the win-win so this is also another term used in improv acting the win-win but in his terms it's like what's good for you and what's good for the other so as a human being for us to become even better always strive for what's better for everyone around if you have an opportunity to make choices about what you're going to do or who you're going to be and all of this consider what's good for you but if you can become aware of if what's good for you means bad for someone else try to strive for the solution that is good for you good for everyone so